يا الله يا الله يا جماعة يا الله انا انا فعلا منبهر من هذا السوق سوق بهل التراهي. هذا ناظر السوق المشرف على السوق. والسوق هذا تشرف عليه وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. خيلوا بان هذا السوق القديم لا يؤجر الا للعماني. والان تقريبا كم المية الاجر? يمكن سبعين بالمية. سبعين بالمية من المحلات اجرت. تعالوا اصدمكم ماذا فعلت وزارة الاوقاف? اعطت الشاب العماني الاجار على حسب مساحة المحل من خمسطعش الى ثلاثين ريال بالشهر. ليش? علشان الشاب العماني يمكن نفسه اي يفتح مشروعة ينجح بعدين يكبر ويتوسع. هنيئا لكم يا اهل بهلة? يا تجار بهلة? يا شباب بهلة? هذا السوق التراثي رميز. رميز. في قصة ما بين الوالد ناصر بن خميس العلوي وجلالة السلطان هيثم الله يحفظه. ايش قصت هذول المحلين الاتنين اللي تم ترميمهم غير عن المحلات اللي في السوق بنسمع القصة من الوالد ناصر. ابويه كيف حالك? الحمد لله. كيف صحتك? شخباركم مرتاحين? كيف صحتك ابويه? ايش قصتك مع السلطان? سلطان هيثمه قضاء الله خير. يوم كان وزير الثقافة والتراث. نعم. يزور السوق على الداخلي. اللي رمموه. اللي رمموه. نعم. ورحت لها انا قلت لانا عندي تكاكين اثنينة. يوم سايت اللقنة قال المرحلة الثانية والثالثة للداخلي. نعم. قلت لانا عاطل عن العمل ما عندي تكاعد ولا عندي شيء. اقول له والدكاكين طائحة اثنينة. اقول وريد سايت اللقنة. وقالوا اللقنة هذه ان شاء الله سيشتغلوها. وامر. وامرهم. قال لنا ممكن جتشوفي قال ما في مانع. وقبناه من السوق الكريم. يا قبل السوق الكريم ووقف السوق هذا. وقف لهني. ايه الدجان هذا. عند الدجان اللي وقف. ايه مع تواقف الولد. من هين وقف ووقف وقف هناك. وقف هناك وقف هناك. قال هذا من تغياد. كنا لهذا مبنايات عام الف وتسعمية وستين. الله. يوم حياة المرحوم والدي. وريد ان ترمين من. قال ما في مشكلة اللقنة اشتغلوها. امرهم بمرة. على طول. ايه قالهم سيولهم دراسة واشتغلوها. مع الثلاثة تشترق يوني. وبجزاهم الله خير وكاشعوه وبنيوه المنجلي. ما شاء الله. الله يحفظ السلطان. اللهم امين. واليوم انت في محلك. الله واكبر مرتاح. مرتاح. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذا المحل. هذا المحل له. هذا المحل. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسعدك. مرتاح. الحمد لله. تأمرنا بشيء. خاطرك شيء. الله يحفظك. ومن السوق التراثي لمصنع الفخار. نوريكم كيف يصنعون الفخار خطوات صناعة الفخار. تابعوا. الخطوة الاولى يبون التربة مع الماي ويخلطونها اهني. بعدين مرحلة ثانية مرحلة التفريغ يفرغوا الانتاج اللي كان فوق عملية الخلط. ويروح الى عملية التخزين. على طول بعدها من الاحواض الى عملية التجفيف. ابويه كيف حالك? كيف صحتك? انت تشتغل معهم كم سنة? من تقاعدنا. من تقاعدتو? ما شاء الله. من عملية التجفيف بعدين تحطونا في كتل هني ها? ها. نشحن مع بعض نجففو. والمرحلة العمل. ايوة من تجفوه مني. بعدين يروح على العمل. ايه. اذا من هني تعالوا بلروح لمنطقة العمل. ادخل المصنع مع الوالد سعيد بن عبدالله العدوي. كيف حالك? اياك الله. تاريخ هذا المصنع قلت لي من 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 زمن من. من سنين. خمسمائة سنة. اقداد 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 اقدادنا. ما شاء الله. والان انت من تديره? انا ابو الاخوة يعني انا اعتبر نفسي صانع. اتعلم منها. ما شاء الله. تشرفتوا بزيارة السيدة الجليلة. نعم. في هذا المكان. الله يغطيكم الصحة والعافية. ندخل. توكننا على الله. الان شوفوا ما شاء الله في كل مكان تشوف الصناعة. في كل مكان الصناعة. في كل مكان. هذا المصنع القديم. هذا المصنع القديم الاولاني. ايوة. كانوا يتخدموا الرقل. يدوسوا بالرقل. اه كان بالطريقة التقليدية. طريقة التقليدية. هني. اه يحرك بريلة. يقلس نصانع ويدوس عليها بريلة. كيف وريني? اه كذا يحرك بريلة. يدحط الطين ويدوس بريلة. يكون معملية تصنيع مثل صوت الله يحفظ. نعم. هذي بداية السبعينات. كل المصنع هذا الوحيد اللي بقى. بقى في اعمان كامل بطريقه. وباصحابه. الله. وامل بقين بثرة. بهلة كلها. طبعا بهلة هي كانت الرايدة. واندفرة. وبيستمر ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. بيذن الله. بأفران حرق الاواني. ايه. اتشعلوا فيها النار. داخل الاواني تكون داخل مصفوف فيها الاواني متلوسة وبعدين نغطيها. ايوة. هذا يعتبر اقدم فرن في اعمان نفس الشيء. اشه. ان شاء الله. صالح مازال صالح. شغال. الاستخدام. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا بطريقة الديزل. بطريقة الديزل. ايه. صفا لواني الفوك. يعبى وعدين يغلق. 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 ولمدة ثلاثة ايام. بعد ثلاثة ايام يكون جاهز. الف دراجة. ما شاء الله. وبعد ما هي الطين. عجن الطين. عجن الطين. ايه. سابقا كان بالريجل. او بالريجل دوسو. الان اه. بالآلات. الان اخض. عملية تشكيل. عملية تشكيل. طينة. يلا بسم الله. صالح على اوان التبريد. اسمها مدر. مدر. وهذه التربة من الحمراء. من جبال الحمراء. من جبال الحمراء. اه اواني اللي هي مرزينة. وكذا. يلا بسم الله. تربة اخرى. هذه التربة ايطالية. من ايطاليا صالح على الطبخ. جايبين من ايطاليا. من ايطاليا. الطبخ. وعوان الطبخ. وناغر وطاقين. نعم 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 نعم. ما شاء الله. يلا بسم الله الان بنوريكم عملية تشكيل ما جربت انسوي مثل هذه مجمع يلا مجمع ان شاء الله عليك شوف عملية صناعة المجمر في دقائق معدودة ما شاء الله تبارك الرحمن فيجهز المجمر عندك سوونا في ثواني وحنا يوم من كسر ينازعونهم هادنا ما شاء الله شوفوا شوفوا المجمر الان هذا المجمر جهاز وكم يوم يجفف يومي اشوفك دلعت مبارك هذا المجمر مبوركة ليش انها من الظفار هذا مجمعي انا الله هذا مجمر خليل وهذا مجمر مبورك بعد بعد تكتب اسمي اكتب مبورك مبورك مين با مين با مين با واورا كاف ليش ان ايوه مبورك يا سلام كتبك مبروك ايا مبروك صانع فخار اخر ايش نصنع تبارخي نقيي حال اواني التبريغ اواني التبريغ انا سميوها حتى ترمس مثل الحب الصغير طبعاً أفضل لحاجة الجهة للغطاء هذه أيوة في نفس القياسة بالضبط صح 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 بالضبط تحمي على أي عشرات فعلاً ويجب أن يكون دقيق جداً حتى قياسك أي لازم يكون دقيقات المسكة المسكة معنا حين تقع ترتب المسكة ها أي رتب المسكة يستخدم المسكة أي فضلات ولا حاجة نعم عمري التنظيف ما شاء الله عليكم ذاك العم وهذا ولد الأخ الآن معطينا هذا الصغير يتعلم فيها كم صار لك تتعلم الحين تقريباً من عمر ست سنوات من عمر ست سنوات وأنت تتعلم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك تتوقع نفسك وصارت لأي مرحلة من عشرة جاهز جاهز قال لحين شكاعد تصنع ماشاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك خلاص خلاص يعني هاد اللي احنا نباه الأب يعلم الإبن الجد يعلم الحفيد ما شاء الله عليك طبعاً ما نصور وخلاصنا نصور ونعيش التجربة إما تمكننا ولكن داخلنا أننا جربنا وحاولنا حطينا الطين ولازم تبل إليك أول حاجة تبل إليك علشان إيش إليك تكون مبلولة وأنت تشتغل في الطين شاهدوا حين العمل وما تم إنتاجه من هذا المصنع يأتي للعرض هنا وهذا التشجيع أيضاً أنكم أتيوا وتشتروا وتقتنوا يعني هذه التحف الجميلة من الصناعة عمانية 100% فندعوكم لزيارة هذا المتجر وشراء من هذه المقتنيات الله يسعدهم ويحفظهم يا رب إن شاء الله